الأمر الحياة اللي أحزننا جداً ما كنا نرغب أن نتحدث فيه لأنه لاعب مهم ولاعب خلوق للغاية حسني عبد الربو كابتن حسني عبد الربو كابتن مصر وكابتن النادي الإسماعيلي عندما تم تغييره اليوم خرج بشكل لا يليق بالكابتن حسني عبد الربو كابتن النادي الإسماعيلي خلع الشرط الكابتنة وسلامه حتى على بديله محمود عبد العزيز سلام لا يوجد فيه أي ترحيب بلاعب داخل مكان ويلعب ويمثل ندي حتى نفس اللقطة الحقيقة يعني حتى لو رجع محمد هو لما خلع الشارة أنا معرفش راحت فين الشارة يعني ارجعها كده أخدها في إيده أخدها في إيده يعني الطبيعي أنه الولد اللي داخل محمود عبد العزيز أخدها في إيده وبعدين توجه إلى غرفة خلع الملابس مباشرة دون أن يجلس على دكة البودلاء مع زميله يشد من أذر فريقه اللي على أرضية الملعب اللي كان كسبان بهدف واحد فقط لغيره عندما خرج حسني ويحتاج إلى مؤسرة كابتنه وحبيبه ومحبه حسني عبد الرب مظهر الحقيقة ما كنا نرغب في مشاهدته خاصة من لعب حجم وتاريخ حسني عبد الرب وبإسمه وبأخلاقياته اللي احنا نعرفها يجب على اللاعب أنه هو يبقى عارف أنه هناك لحظة سيغادر الملعب تماماً وسيكون على مقعد آخر وفي مكان آخر ربما كمدير فني هيزعى الأوي لما يشوف اللقطة دي وهو مدير فني أو هو إداري أو هو مدير كرة أو هو عضو مجلس لأنه في النهاية حسني وأذي الشخصيات الجميلة اللي موجودة في وسطنا الرياضي ما بتنفصلش عن الرياض أنا بقول هذا الكلام كرسالة لكل اللاعبين بشكل عام ولحسني عبد الرب بشكل خاص اللي دانا تعبير غير طيب النهاردة الحقيقة عن تغييره ويجب أن يكون باستمرار الكابتن هو قدوة لللاعبين يقتدوا بيه لما الكابتن يعمل كده فاللعب الصغير هيعمل إيه وتركه للمقاعد وخروجه بيهذا الشكل أمر ما كان يجب أن يؤتيه لحياة حسني عبد الربو آه كل واحد بيحب يلعب ولو سألت ميدو دلوقتي تلبس شرطه في فنيل لو تلعب يقولك آه ألعب ما فيش حد ما بيحبش يلعب ولكن تبقى في النهاية رؤية المدير الفني لمقتضايات الملعب في هذا التوقيت آه حسني أرجو أن أنت ما تسعالش من كلامي أنت لعب مهم وأنت تعلم مدى قدرك وقمتك عندنا ولولا هذا الأمر ما كنا آآ آآ نقول هذا آآ الكلام ترجمة نانسي قنقر